يعني القانون يجيز التعيين المركزي لذوي المهن الصحية والطبية لكن الآن ما تتعامل به وزارة الصحة هو التعيين حسب الحاجة تخالف القانون لو ما يعني لو شنو لا الموضوع مو يم وزارة الصحة يمنوا لا يم وزارة المالية احنا كل سنة دنعاني من عدها موضوع التظاهرات وغيرها ونطلع تظاهرات مع زملانا لأن احنا مسؤولين عن هذه الجماهير فحقيقة وزارة المالية هي الإخفاق الكبير به راح تشيليني شون احنا كل سنة تخصيصات مالية بالموازنة ننتظر كانت الموازنة سنة في سنته فيصير تأخير بالموازنة مما يؤدي إلى تأخير الدرجات الوظيفية والتخصيصات المالية وزارة الصحة على عاتقها ترفع الأسماء إلى مجلس الخدمة والأوامر الجامعية والعداد اللي مشمولين ضمن قانون التدرج الخريجي الدفعة الحالية حسنا عدنا دفعة 23 دفعة 23 سبعة وخمسين ألف اللي مخصصين تسعة وعشرين ألف المالية تقول بوزارة الصحة تقول لهم يا با دزوننا اذا تردون يعني يمكن حسب ما طلعوا مظاهرات وغيرهم قال لهم دزوننا على بقية الأسماء وإحنا مشيها منها القبيل هذا مو صحيح إحنا اليوم عدنا موازنة 23 وعشرين وعشرين وخمسة وعشرين طيب بيها تخصصات مالية ومعروفة عند وزيرة المالية هي سبق وإن كانت مدير عامل موازنة معروفة أنه يجقد الأعداد خريجيها السنة وزارة الصحة ومجلس الخدمة يرفع الأسماء والأعداد إلى وزارة المالية وزارة المالية عليها تخصص اشتركوا في القناة